قانون السعادة في القرآن يجلي معانيها ويفتح منافذها ويرسم طريقها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم ماذا يريد المؤمن أكثر من راحة البال وسرور القلب ونسيان المخاوف وذهاب الحزن من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا السعادة يجدها المؤمن لأنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه السعادة يجدها المؤمن حين يضع جبهته ساجدا لله وحده يرجو رحمته ويخشى عذابه السعادة يجدها المؤمن حين يفرج هما لأخيه وينفس كرب أمه وأبيه وحين يدخل السرور والفرح على صاحبه وصديقه وكل من يلاقيه ليست السعادة في مال كثير فقد أعطي قارون مال كثير فجحد وكفر فخسف الله به ليست السعادة في ملك كبير فقد أوتي فرعون ملكا عظيما ولكن كان يقول أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ليست السعادة في الوجاهة والرئاسة فلم يكن أكبر من هامان جاها ووزارة وإنك لتلمحه وهو يغرق مع فرعون في وسط أمواج البحر السعادة أيها السادة إيمان بالله يخالط شغاف القلب فيطمئن على رزقه وأجله وحياته وحاضره ومستقبله لأن الله تعالى كتبها وقدرها فهو راض عن الله في كل ما قضى وكتب نعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قد تتمكن من علاج الأمراض لكنك لن تتمكن من علاج المخاوف والأحزان لأن الله وحده هو من يذهبها أعظم السعادة الفوز بالجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إن قانون السعادة هنا في هذا القرآن فاتشوا عن أسبابه وأدواته وعلاماته نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء